صدى الثوار مجدداً اليوم الاثنين هجوماً لقوات النظام على جبهة حي الخاردية في حلب موقعين في صفوف الأخير خسائر في العدة والعتاد وفدى مراسلنا في حلب بأن معارك عنيفة نشبت يوم أمس الأحد بين الثوار وقوات النظام مدعومة بميليشيا لواء القدس على جبهتي حندرات والملاح شمالي حلب دون تسجيل تقدم لأحد الطرفين يأتي ذلك في وقت تتواصل الغارة الجوية المكثفة مستهدفة المراكز الحيوية والمناطق السكنية في حلب وريفها حيث استهدفت غارة جوية مركزاً للدفاع المدني في مدينة حريتان ما أدى إلى إصابة عنصرين وخروج جميع آليات المركز عن الخدمة حسب ما أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب الحرة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسر أبو حمزة بداية باسر لو تحدثنا عن القصف الجوي الذي طال حلب لا سيما استهداف مراكز الدفاع المدني في حريتان وغيرها مؤخراً ذات الشد يتكرر كل يوم في مدينة حلب وريفها قصف لا يهدى على الأحياء السكنية كما فعل اليوم الطيران الحربي بمدينة حلب وأيضاً في الريف حيث استهدف صباح هذا اليوم حي الأنصاري الشرقي مما أدى لمشوب حرائق ودمار كبير بالمنتلكات السكنية وأيضاً حياء الصخور وطريق الباب طبعاً أضرار مادية كبيرة بمنتلكات المدنيين هناك أيضاً في محور طريق الكاستلو قصف عنيف جداً وأيضاً على محور الملاح أيضاً هناك قصف لا يهدأ طوال ليلة البارحة وحتى هذه اللحظة وأيضاً مدينة كفر حمرة عفواً مدينة كفر حمرة التي استهدفها الطيران الحربي بعشرات الغارات تقريباً أكثر من أربعين غارة جوية على مدينة كفر حمرة وعشرات القذايف أيضاً ومدينة حريتان التي نالت أيضاً نصيباً وافراً من القصف الجوي والمدفعي وأيضاً هناك غارة استهدفت مركزاً للدفاع المدني كما ذكرت أصلاً أدت هذه الغارة لخروج كافة المعدات عن الخدمة وأيضاً جرح ونصرين من الدفاع المدني طيب باسل ما هي آخر تطورات معارك ثوار في مدينة حلب وريفة وأين تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المعارك؟ أصلاً جميع المعارك هي تدور على محيط طريق الكاستلو الشريان الوحيد لمدينة حلب طبعاً من جهة الملاحة معارك لا تهدأ بين الثوار وقوات النظام في محاولة لقوات النظام والميليشيات الشيعية المساندة له اقتحام منطقة الملاحة والوصول إلى طريق الكاستلو وأيضاً منطقة مخيم حندرات التي أيضاً تحاول قوات النظام مدعومة بلواء القدس اقتحام أيضاً مخيم حندرات ولكن الثوار أيضاً يتصدون ويكبدون النظام خسائر مادية وبشرية كبيرة منذ صباح هذا اليوم تدور اشتباكات عنيفة بين الثوار وأيضاً قوات النظام على محور حي الخالدية وحي بني زيد طبعاً استطاع الثوار أن يدمروا دبابة وبين بي على تلك الجبهة ويكبدوا النظام خسائر بشرية كبيرة وما زالت المعارك حتى هذه اللحظة مستمرة بين الطرقين طيب كيف تبدو أوضاع المدنيين مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد في ظل المعارك والقصف وانقطاع طريق الكاستيل أصلاً طبعاً الوضع مأساوي لا يصفون في مدينة حلب ولكن المدنيين الحلبيين هنا في المدينة لا زالوا يصرون على الحياة بكافة تفاصيلها طبعاً ربما اعتادوا على القصف ولكن الحالة مأساوية النظام يستهدف الأماكن الحيوية في مدينة حلب طبعاً الأسواق المدارس المساجد تجمعات المدنيين أينما وجدوا يوجد القصف طبعاً هناك حالة خوف بين سكانها لمدينة حلب ولكن كما قلت أصلاً ربما اعتادوا على هذا الواقع ويصرون على حياتهم في مدينتهم نعم شكراً لك من حلق مراسلنا أباسل أبو خمزة